اشتركوا في القناة ألا وهيك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في نادي 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 حمادي بل نادي جموع محامين جنة بل نادي جموع محامين مصر بإذن الله تعالى اسمحوا لي في بداية الأمر أن أرحب باسم محامين نادي حمادي جميعاً شيوخاً وشباباً محامين ومحاميات نرحب بالسيد النقيب وكيد أول نقابة مصر والقائم بأعمال النقيب والذي آثر على نفسه رغم أنه كان منذ يوم في المينيا واليوم السابق في أسيون إلا أن يكون معكم وأن يكون بينكم السيد الأستاذ النقيب نجدي سحي أهلاً ومرحباً بك كما أرحب بسيد الأستاذ معشوق جنة ومعشوق نجي حمادي السيد النقيب الأستاذ يحيى التوني وكيد النقابة العامة أهلاً ومرحباً بك كما أرحب بشيخي المحامين وكبيرهم والقامة والقائد والقدوة الأستاذ النقيب عبد الحفيظ الروبي عده النقابة العامة أهلاً ومرحباً بك كما أرحب بالأخ والصديق والذي قابلته في النقابة العامة في القاهرة ومجرد أن علم أن هناك فيه افتتاح لنادي المحامين وأن يكون هناك جمع من محامين جنة في هذا الوقت آخر على نفسه وقرر أن يكون معنا عازماً نفسه في بلده وبين إخوته بالسيد الأستاذ النقيب مخموط الداخلي أمين عام النقابة العامة أهلاً ومرحباً بك وصد أهلك وأخواتك ودولاتك كما أرحب أنا عايزة أقول بإبنتكنا المتواجدة دائماً معنا في الصراء والضراء في كل مناسبة الأخت الفاضلة النقيبة فاطمة الظهراء عزمة النقابة العامة أهلاً ومرحباً بك كما أرحب أيضاً بالأخ الفاضل ابن الصعيد ومعشوك الصعيد والمتواجد أيضاً دائماً معنا في كل المناسبات الأخ والصديق النقيب الأستاذ محمد نجيب عزم النقابة العامة أهلاً ومرحباً بك أرحب بكم جميعاً وأتشرف وأن تشرف نجي حمالي اليوم أن تكونوا معنا في هذا النادي نادي محمين نجي حمالي الذي يبدأ اليوم في مرحلته الأولى في سوبه الجديد يفتح أبوابهم تحت أبواب ومظلة المحاماة والمحامين وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبعزيمة وإخلاص جميع محامين نجي حمالي شباماً وشيوخاً اسمحوا لي في بداية الأمر أن أرحب أيضاً بمن وضعوا اللبنة الأولى لهذا النادي منذ عهد قديم منهم من رحل عنا ومنهم من ما زال موجوداً بيننا هم من وضعوا تلك اللبنة في تلك الأرض وهم من قاموا في بادي الأمر بتخصيص تلك الأرض لتكون نادي لمحامين نجي حمالي هؤلاء الأستاذ الحج طلعت شمروخ الذي كان وكيل نقابة طنى والأقصر والنحر الأحمر حين ذلك أمده الله بالصحة والعافية لا يمكن أبداً أن ننسى المتوفين إلى رحمة الله تعالى الغائدين الحاضرين التي كانت بصمتهم دليل على هذا التواجد وعلى هذا المكان ليكونوا ذكرى بيننا المرحوم نقيب نجي حمالي المرحوم حلمي ريكي عليه رحمة الله تعالى وكذلك المرحوم أبو عياط النجمي وكذلك المرحوم سليم حمدي وكذلك المرحوم نجاة الفرشوط وكذلك المرحوم محمود شوق الدهام وكذلك المرحوم الأستاذ جمال العمدة كل هؤلاء كانت لهم بصمة ليكون هذا النادي في البدء نواه ثم صار على ما صار عليه الآن ومنهم أيضاً من كانت لهم بصمة لهذا المكان ما زالوا على قيد الحياة نتمنى لهم دوام الصحة والعافية الأستاذ علوان الشريف والأستاذ أحمد الشريف ولا ننسى أبداً أيضاً المرحوم فرج صادق نقيب نجي حمالي السابق الذي كان أباً هو معلماً للجميع كذلك لا يمكن أبداً أن لا ننسى من هم فوق كل الرؤوس المرحوم محمد رشاد نقيب القلوب نقيب القلوب المرحوم محمد رشاد وكذلك النقيب الحالد الذي ما زال حبه بين ويتان وصدر جميع المحامين المرحوم فتحي سويني لا يمكن أبداً أن ننسى أن نقدم الشكر والعرفان لأخي وصديقي ورفيقي منذ أقصر من خمسة وعشرين عاماً يشهد الجميع أننا لن نختلف يوماً من الأيام طيلة العمل النقابي معنا خمسة وعشرين عاماً معنا ما اختلفنا يوماً ما وهو صاحب الأيد البيضاء وهو صاحب الصدر الواسع والرحل ابن ني حمادي وابن أبو طشن وابن قنى بل الذي ظل للنقابة بمحبة واسعة ساعة النقابة من أسوان حتى اسكندرية الأخ والصديق الصدو عبد المجيد هارون أمين سندوق نقابة هنا هذا هو عبد المجيد هارون لن أتقور في حقه بقول ولن أسمح لنجح المالي أن تتقور في حقه بقول مادحاً حتى لا يكون هذا متحاً منا ولكن أذكر لكم ما قاله الراحل الفقير النقيب رجاء عطية في حقه وكنت متواجد في النقابة العامة والذي شبهه بأنه يوسف الصديق يوسف الصديق الذي كان أميناً على خزائن مصر قال في جلسة أنك أنك الصديق المؤتمن على ماد النقابة أهلاً ومرحباً بك أخي الفاضل الأستاذ عبد المجيد هارون بين أحباك وزملائك لا يمكن أبداً أن أنسى في هذا الجمع أيضاً جميع محامين نجحاً مالي من ساهموا في بدء الفكرة ومن ساعدوا على أن تخرج لحيظ النور وكان من بينهم الأستاذ عبد الغفار أمين والأخ الفاضل الأستاذ أحمد رضوان والأخ الفاضل الأستاذ عبد الناصر سعيد والأخ الفاضل الأستاذ عوض الصعيد والأخ الفاضل الأستاذ محمد فوزي والأخ الفاضل تمام والأخ الفاضل كذلك رؤول الغائب الآن في دولة الكويت تمنى لها التوفيق لا يمكن أبداً أن أنسى كل من وقف معي وساعد حتى أن يتم هذا الصرح بهذه الصورة محامين نجحاً مادي جميعاً وأعضاء اللجنة النقوية شيوخاً وشباباً محامين ومحاميات لا يمكن أبداً أن أنسى الأخ والنقيب والقائب الأستاذ أحمد حسين العيادي نقيب وخاميم الجنة ورمز نقام الجنة الشكر ممدود وموصود لكل زملائي أعضاء مجلس النقامة الفرعية بقنة لا يمكن أبداً أن أنسى كل من ساهم معي وساعد حتى يكون هذا الصرح الأخ الفاضل الأستاذ أحمد كامل وكيل النقابة والأخ الفاضل الأستاذ جاسم عبد العطي والأخ الفاضل الأستاذ فوزي أبو حديد والأخ الفاضل الأستاذ عبد الناصر فارس والأخ الفاضل الأستاذ أحمد عبد اللطيف والأخ الفاضل الأساز شورى فاوي والأخ الفاضل الأساز يحيى معدوم والأخ الفاضل الأساز أحمد عبد التوال والأخد الفضة الأساز هند عبد المواطي أعضاء مجلس النقابة جميعا هذا القول لا يمكن أبداً في هذه الزحم أن أنسى من كان عوماً لي ومن كان سنداً ومن تحرأك الممروك حتى يتم إنشاء هذا النادي في مرحلته الأولى تاركاً أطفاله الصغار تاركاً عمله أيضاً الأساز محمد نصر عبد الفضيل مقيب شباب محامي الجنة عزراً إذا سقط ولا حدث أنني نسيت اسماً من الأسماء لكن حمالي جميعاً شباباً وشيوخاً محامين ومحاميات لن نقبية أعضاء السفعة الأساز محبة فوثي والأساز جهان والأساز إسلام والأساز عيمان سراج والأساز عدل أدهم والأساز أحمد فروب والأساز عبد العديد شداد كل هؤلاء جميعاً فأطروني إن أطفت عليكم لكن لا يمكن أبداً من لا يشكر الناس لا يشكر الله لابد أن أذكر كل تلك الأسماء التي ساهمت معي وسانلت معي حتى يكون هذا المكان بتلك الصورة اللائقة وأسمحوا لي في نهاية القولة أن أوضح نقطة فقط لا غير أردت تضيحها رغم أنني لم أكن راغباً في الحديث عن ما عينناه ما تلمى المعاناة منه في هذه الفترة خلال الستة الأشهر لكن أقول لحضراتكم أنني لم أتحدث بكلمة في الأشهر الست رغم التعليقات والتعقبات ورغم ما طلب مني أن أتحدث وأتكلم لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان صمتي إلا لمصلحة المكان وما كان صمتي إلا إلى أن يتم الانتهاء من هذا المكان بتلك الصورة لأنكم لا تعلموا مدى المعاناة والصعوبات والتحديات التي عشناها نحن والقائمين والمستأجرين لهذا المكان من بداية هذا العام وحتى اليوم حتى يتم الانتهاء منه في مرحبه جولة فعذروني إن طال الصمت وعذروني إن قل الرد ولكن يعمل الله والمقرمين وعلى رأسهم الأستاذ عبد المجيد هارون والذي كان متابعاً معي في كل صغيرة وكبيرة أن هذا الصمد كان من المصطح العامة لم أكن أبداً أتمنى أن أقبو عليكم ولا أن أخبي عليكم ثمت شيء لكن تعلموا أن هذا المكان في مكان حساس وأن هذا المكان في موقع حساس وأن الإنشاء فيه والتعبير والبناء يتطلب حكمة وحرفنة وحيادية وقدرة على التعامل مع جهات حكومية عدة كلها ساحبة في صمد أن يكون هذا المكان بهذا الوضع اللائق لذلك تعذروني اطأت عليكم أهلاً ومرحباً بجميع السادة الضيوف محامين ومحاميات جنة الذين أتوا من جوث وأتوا من نجالة وأتوا من الوقف وأتوا من جنة وأتوا من دشنة وأتوا من أبو طشت وأتوا من فرشوت أهلاً ومرحباً بكم شرفتونا وهلمت سهلاً ونزلت أهلاً في مكانكم في ناجي وحمين ناجي حمال